دلوقتي مشاهدينا نروح لموجز الأهم الأنباء الثامنة صباحا مع منا الشرقاوي يتفضل يا منا شكرا ليك أحمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة ثلاثية في شرم الشيخ مع الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن وأكد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين الدول الثلاث بما يحقق المصالح المشتركة لشعوبهم ويعجز من جهود العمل العربي المشترك في ظل التحديات الكبيرة الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة من جانبهما أشهد ضيف مصر بالروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدان الثلاثة مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي سوف تصدفها المملكة العربية السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة التقى وزير الخارجية سامح شكري سايمون كوفني وزير الخارجية وزير الدفاع الأيرلندي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وأيرلندا خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة والسياحة بالإضافة للقضايا محالي الاهتمام المشترك وعلى هامش زيارته إلى لوكسنبورغ اعتمد سامح شكري ونائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية جوزيب بوريل اعتمد وثيقة أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي وقالت الخارجية في بيان لها إن الوثيقة ستوجه مسار الشراكة والتعاون بين الجانبين حتى عام 2027 وأكد شكري أن مصر أظهرت مصدقيتها كدور فعال لمعالجة الكثير من القضايا معربا عن تطلعه لاستمرار ودعم تعزيز العلاقات بين الجانبين ومعالجة قضايا المنطقة تنطلق اليوم امتحانات الثانوية العامة حيث يؤدي الطلاب لامتحانات في المواد غير المضافة للمجموع في التربية الدينية والتربية الوطنية وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة ووجهت بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والعمل على التأكد بالدخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية مع تطبيق القانون على أي طالب يحاول الإخلال بأعمل الامتحانات أعلن الجيش الروسي تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة مؤخرا وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوب إن الهجمات الروسية دمرت أسلحة قدمها الغرب لأوكرانيا وأن الجيش الأوكراني أكبر على إرسال أفراد غير مضربين في ساحة المعركة وأشار كوناشينكوب إلى مقتل أكثر من خمسين جنرالا وضابطا في الجيش الأوكراني جرأ قصف مركز قيادة في منطقة دينيبرو بيتروفيسك بصواريخ روسية خلال اجتماع لأركان القيادة الأوكرانية اعتبرت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بوغن أن نتيجة الانتخابات البرلمانية التي خسر فيها معسكر الرئيس إيمانويل ماكران أغلبيته المطلقة تشكل خطرا على البلاد وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية في كلمة بثها التلفزيون إن حكومتها ستتواصل الآن مع الشركاء المحتملين سعيا لحجد أغلبية تدعمها مشيرة إلى أنها ستعمل ابتداء من اليوم من أجل تشكيل أغلبية لضمان الاستقرار لفرنسا وتنفيذ الإصلاحات الذين هذا وفقد ماكران وحلفائه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية البرلمان انتخب المعارض اليسري جوستافو بيترو رئيسا لكولومبيا بعد فوزه على قطب الأعمال رودولفو هيرنانديز وأظهرت أرقام من مكتب التسجيل الوطني أن بيترو عضو مجلس الشيوخ الحالي ورئيس البلدية السابق للعاصمة بوغوتا حصل على 50.8% من الأصوات بينما حصل هيرنانديز على 46.9% وكان نحو 20 مليون شخص قد أدلوا بأصواتهم في جميع أنحاء البلاد ختم مجلسة منها وعودة الاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر وبعد الفوض